بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله الان سنبدأ في الفصل الخامس. والفصل الخامس آآ بيتحدث عن ارشاد زو الاعاقة العقلية واسمه. وطبعا احنا يعني هنبدأ ان شاء الله من هذا الفصل من الفصل الخامس هنتحدث عن آآ ارشاد آآ قصة وزو الاعاقة. اذا كنا نتحدث عن الاعاقة العقلية والاعاقة البصة وزو صعوبات بتا واخدين بعض النمازج ان شاء الله وهنبدأ بيعتبر التعامل مع زاول الاعاقة العقلية اما ونمور بكا وصعبا طبعا زاول الاعاقة العقلية اه يختلفون عن زاول الاعاقة البصرية والسامعية وبعض الاعاقات الاخرى التي قد يعني اه تصيب الاطفال فعندنا بالنسبة لزاول الاعاقة العقلية الامر بيكون مشكلة اكبر لانه يعني بيعاني من مشكلة في الذكاء او بيعاني من مشكلة في القدوات العقلية وده بالنسبة للمجتمعات العربية بيسبب مشكلة لانه يعني شيء في العقل انه هو يعني مصاب عقليا او لديه مشكلة عقلية وهكذا اه بدود الفقل الوالدين واتجاهاتهم نحو الطفل المعارك طبعا البعض بيكون ما بين ما بين الاهتمام الزائد والبعض الاخرى بيكون ما بين الاهمال فلو شفنا مثلا في البداية ان في بعض الابا والامرات بيبدو اهتمام زائد ورعاية وعناية بالطفل المعارك واللي في بعض الاحيان بيعيق البرامج التعليمي هذا الاهتمام الزائد وكل ده ليه لان بعض الوالدين بيشعروا بالاسم والزم بعض الوالدين بيشعروا بايه بالاسم والزم ان هو السبب في اصابة هذا الطفل بالاعاقة على سبيل المثال مثلا الام لو هي ولدت هذا الطفل على سن الاربعين فتقول ان يعني ان هي سبب من اسباب اه حدوث العاقة لزها لدى هذا الطفل او ازا كانت مثلا بتدخن او تعرضت لاشاية اكس اثناء الحاملة ومن هنا بتشعر الام بي يعني بالذنب وده بيخليها تهتم بالطفل اهتمام زائد مما قد يعيق البرامج اللي بتقدم للطفل ايه زاوي الاعاقة العقلية طيب ودود الفعل الوالدين واتجاهاتهم اول نوع من انواع الاتجاهات اللي بتحدث لدى الوالدين والاتجاه السلبي فبعض الاسر لم تكن تتوقع ان يكون لديها طفل معاق هم مش متقبلين ان يكون عندهم طفل معاق ولذلك تبدأ هذه العائلات او هذا الابا وهذه الام ان يكون عندهم اتجاه سلبي نحو هذا ايه اه اه الطفل زاوي الاعاقة العقلية وممكن ان يستمر ذلك فترة طويلة وتتحول البيع الاسرية الى يعني بعض مشكلات الشديدة التي قد تتسبب حتى كمان في بعض الاحيان في انفصال اه الزوجة عن الزوجة وهكزا طيب في بعض الاسر الاخرى بيبقى عندهم بعدم اكتواص واهمال نقطة دي مهمة فبعض الاسر بيتكون لديهم اتجاهات سلبية نحو طفلهم المعاق ولا يتقبلونوا اطلاقا تاما وده بيؤدي لا ايه ان هم بيهملوه في مظهره في ملبسه في اكله في العناية الصحية اهو مظهروا ملبسه في وده طبعا موجود عند بعض الحالات وقد كمان يعني بيهملوه جدا لدرجة ان الام ممكن تسيبوا الامها اللي هي الجدة يعني في بعض الاطفال المعاقين قد ينفصل الام والاب كل واحد منه مش حاته يسيبوا الولد مسلا في في مكا يعني في مركز اقامة داخلية او عند جدته او يهتم تهتم به مسلا الخادمة مسلا وهكذا ما بيكونش نديهم اي اهتمام لذلك لازم ان يكون في اهتمام بقصة الاطفال المعاقين وده اصلا يعني سبق من الاسباب الاساسية في اوشاد قصة وزاوي ايه الاعاقة وخصوصا زاوي الاعاقة العقلية طيب معحلة التشخيص في معحلة التشخيص احنا هنا بنتكلم عن ان الاهل عند تشخيص الطفل الاول ما هو على انه معاق عقليا ده بتبقى مشكلة جبيرة جدا بالنسبة لهم وبيحتاج الاهل في هذه الموحلة الى ايه الى الدعم والتشجيع والمساعدة والتشجيع النفسي وايه والمساعدة يعني يكون ان احنا نحاول ان احنا نساعدهم ونحاول ان احنا نقدم ليهم بعض الامشادات التي تساعدهم في التعامل مع هذا الطفل من زاوي الاعاقة العقلية اشتركوا في القناة